خاصة بالفضوران اللهم سوى لديك ما تساف! إذا كانت مشارك تجاهها يعني استلسات أنت تدري وقت الحضر أنا وين؟ ترا هنا تقسم أمبال هالي والله ما يعني لو ما كنت هني كان تلاقيني قاط طبسي ببنك ولا يشوف درجته وين أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني راحتي النفسية أسمع صوت المنشار هذا يدخلني جوه أقوى من الجسمة فأحس براحة نفسية فيها يا مناصر الشعور لا هذا الشيء ما أنا اللي يقوله ناس غيري تقوله شعور لا يصف مناصر شيء يعني كان الله يذكره بالخير واحد ينقال لأبو شاهين بيت ديائي موجود بالأكاونت عندي بالحساب أول بيت ديائي سويته يا الله يا الله شنو أنا 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 قمت أطير مو لأن شعور غريب والله شعور غريب ما قدر أصفه لك مناصر أنا سلمان عبد العزيز فيعي كويت الجنسية أو حبيت أني جارة من صغير من صغير يعني كان همور تغريبس السنوات لما حسيت فين هذا الشيء كنت تعالقакти مع لشداشة أبوي أترجى قال له STEPHAN' سيكفر الله يخليك اشتر لي مطرقة اشتر لي بسبار بعدها صارت هواية صار حب شغف بعدها وصلت إلى مرحلة الاحتراف يعني بعد فترة من الزمن قعدت أتدرب على نفسي أساسا كانت دراستي نجارة معهد تطبيغي بعدها اشتغلت شغلات واحد ما لقيت نفسي فيها بعدها لا وضوح الادريلي ناديني البرغي ناديني فحسيت لا لازم لازم أتجاه حق الشي اللي أنا حده بعدين إذا بتكلم عني عاقتي أنا بسنة 99 كان كانت مع أخوي بصار لي حادث أي سعود الله يحظه إن شاء الله أنا نصي تحتاني كلها تكسر بالحادث من بعدها مثل ما نقول مات الحلم شوي تقريباً قعدت 12 سنة ما مسكت حتى لا در نفيس ولا برغي ولا أدري عن شيء اسم نجاوة سبحان الله بل فين 12 بسير فيني حادث ثاني تكسرت فيها إيدي أربع كسور مضاعفة كان إيدي كانت طيح جدي بروحة كسر لهذا فنصحني الدكتور قال لي لازم تسوي علاج طبيعي فسبحان الله من هنا بدت القصة مرة ثانية أو الحلم بدأ يتجدد شلون؟ قلت له دكتور أنا ما حب سوال في رياضة ما رياضة وقال لي أي شيء أنت تحبه يدوي يعني تحب تبسك در مفاق تحب تبسك مش عارف إيش قلت له زين أنا هوايتي نجارة هل ينفع أن أنا أسمعها؟ قال إيه بس لازم تكون حذر يعني بداية العمر لا تديش بلاشير وما أدري منه لا تديش بدريلات شغلات خفيفة شيء بعدين لأ يدك حسيت أن هاي قمت تتمكن منها ذيك الساعة ببلش سبحان الله شوي 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 ايدي اشتغلت فأقام الحلم شوية يكبر شريت لي أول شيء ما كان عندي إمكانية أن أنا سوي برشة فخذيت ليفان بالالفين وخمستعش بداية الفين وخمستعش خذيت ليفان صغير كوت فيه العدة هالفكرة أعطاني إيها واحد بالربع الله يذكره بالخير الواحد كان يعني مقتول فيه المواهب ومقتوله فيه روحه ومشاعر بكتومه فسبحان الله لما أي أنا أسوي شغلاً كل شغف وكل حب وتلاقيني أطلح من قلب إلى قلب ولاقي نظرة الرضا بعيون الزبون هذي تسوى الدنيا ما فيها عندي 98% من زبايني الله أمبرك الحمد راضين ليش؟ دايماً أدور رضاهم يعني ما أخليه يطلع بسهالة شنو تبيع حتى لو ساعة لو أطر أعرض لها فلوسها واسوي لها قلبة المشكلة مو بلا سعارة غالية المشكلة إن في بعض إخواننا ما راح أشميهم كلهم إخواننا الوافدين يخفز بالسعر حيل ينزل السعر حيل عشان يكسب الشغل ولا يسوي الشغل يسوي الشغل أي كلام يعني بطريقة مستفزة يحرق سوقه ويحرق سوق غيره الدعم هو دعم إرادتك أنت نفسك مو الدعم المادي أنت اللي تتيب الفلوس مو الفلوس اللي تتيبك ما يصير أنا مو ما يصير فيه ناس تشوف لها وجهة يعني كل واحد لها وجهة نظر أنا وجهة نظري ما يصير أنت تبتدي من فوق ما راح تعلم واحترد تخفق أو تبظل لبس مستواك بس لازم تبتديها من أول السلم من الصفر عشان تقدر تطلع سلمة سلمة وتوصل الكويتي لا يشتكل مين قال لا يشتكل هذا أنا كبر دليل جدامك وفيه كويتين ميكانيكية فيه كويتين ما شاء الله شطارة يسوون النون وما يعلم مثل ما يقولون هذه بلدي يعني في البداية وفي النهاية هذه ديرتي يعني من أول الدعمين لها لو طلب مني شي ما راح تأخر أبدا مشاريع مشاريع مثلا تدريب طلاب تدريب عمالة ما راح تأخر بأي شي يطلبون لا أنا بالعكس أنا أعتز بوظيفتي وأعتز بشغلتي بالعكس تلاقي الناس هي تي يتسئلك تاخذ رايك هل هذا السعر مناسب اللي قال لي يا ولا لا ولا هذا السعر مبالغ فيه ولا السعر هذا نازل فيه هذا مطبخ حق أحد الزبائن هذا مكتب ثلاثة متر وسبعين الشغلة هذي أنا قاعد أشوف كأنني قاعد أتعامل مع ربي ما قاعد أتعامل مع زبون ولازم أطلعها بأقصى جهد وأقصى طاقة أن تطلع مصطرة تسلمها الزبون ولا قيراضي هذه شعور والله يا ابو ناصر شيء لا يوصف